إذا أردنا مصلحة العراق وأن تتماسك الدولة العراقية وأن تنجح الحكومة العراقية يجب أن يكون هناك ضبط للنفس يجب أن يكون هناك تقديم للمصالح الاستراتيجية على المصالح الثانوية المرحلية لكن هل سيقتنع محور المقاومة بهذه المعادلة؟ أنا أتصور بأنه لديهم خيارات أوسع من ذلك لكن بنفس الوقت أنا أتصور بأن هناك تحول يمكن أن يجري في الاستراتيجية الإيرانية جراء ما حدث لأمين العام لحزب الله في لبنان بمعنى بأن الاستراتيجية الإيرانية نفسها قد تتحول وقد تتغير بعد هذه العملية لهذا يمكن أن تصاحب المنطقة بعملية تهدئة والذهاب باتجاه مفاوضات وهذا ما أعلنه قبل ثلاث أيام الرئيس الإيراني في نيويورك وقال بأنه طهران مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات والحديث على البرنامج النووي والحديث على ترتيب المنطقة وحتى كان هناك توقيع مدعي لوقف إطلاق النار في لبنان لكن على ما يبدو بأن الكيان الصهيوني تنصل من هذا الاتفاق يعني دكتور هذا هذا هذا